التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جيرينيتش مجاز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم على رئيس الهيئة العامة الاستعلمات ديارشوان مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة لأمم المتحدة من محكمة العمل الدولية حول سياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967 وأكد رشوان أن مصر قدمت مذكرة للمحكمة وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم الحادي والعشرين من فبراير الجاري وأوضح رشوان أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دم أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني وكذلك سياسات تضم الأراضي وهدم المنازل وترد وترحيل وتهجير الفلسطينيين من مخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام تبدأ اليوم الاثنين محكمة العدل الدولية في لهاي عقد جلسات استماع بشأن تبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممورسات الإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتأتي جلساته في سياق طلب الجمعية العامة للأمم المتحدة الحصول على فتوى قانونية من المحكمة حول آثار الاحتلال الإسرائيلي المتواصل ومن المقرر أن تستمع المحكمة خلال الجلسات إلى إحاطات من 52 دولة بالإضافة إلى الاتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي وجامعة الدول العربية وستقوم كل دولة ومنظمة بالتقديم إحاطتها خلال جلسات الاستماع وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي استهداف عدد من المنازل بقطاع غزة وأفادت مصادر طبية باستشهد أكثر من 70 شخصا وإصابة آخرين معظمهم من الأطفال والنساء في قصف نفذته طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي على المصيرات والزويدة ودير البلحة يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل جندي في معاركة بجنوب قطاع غزة كما أعلن هلال الأحمر الفلسطيني أنه للمرة الثامنة على التوالي فشل محاولات تنصيق من خلال المؤسسات الدولية ذات العلاقة مع سلطات الاحتلال لسماح بإدخال مواد غذائية ومستلزمات طبية ووقود لمستشفى الأمل بمحافظة خان يونس وأوضح الهلال الأحمر الفلسطيني أن الاحتلال يواصل فرض الحصار المطبق منذ 27 يوما وسط استهدافات متكررة وقت حام المستشفى واعتقال عدد من التواقم الطبية والإدارية وهو ما ينذر بتوقف العمل في المستشفى لا سيما وأن مخزون الوقود بات على وشك النفاذ أفادت هيئة التجارة البحرية البريطانية بأنها طلقت تقريرا عن حادث على بعد 35 ميلا بحريا جنوب المخى في اليمن وأوضحت الهيئة في بيان لها أن الحادثة أدى الانفجار على مقربة من السفينة مما أدى إلى حدوث أضرار لافتة إلى أن التقارير الرئيسية تشير إلى أن جميع أفراد الطاقم بخير فيما تقوم السلطات العسكرية بالتحقيق تنطلق اليوم فعاليات مؤتمر ومعرض مصر دولي السابع للطاقة إيجيبس 2024 وأوضح وزير البترول طريق الملة أن رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي سنويا للمؤتمر تعد رسالة إيجابية للإثثمار العالمي عن دعم الدولة للإثثمارات في قطاع الطاقة المصرية ويشهد المؤتمر في نسخته الجديدة حضورا دوليا كبيرا وفعالا من قطاع الطاقة العالمي بمشاركة عدد كبير من الوزراء والمسؤولين عن قطاعات الطاقة كممثلين لدولهم وأمناء منظمات الطاقة الإقليمية والدولية ورؤساء التنفيذيين لكبريات الشركات العالمية للطاقة ورياضيا حقق فريق بيرامز الفوز على الاتحاد السكندري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما على استاد الدفاع الجوي في إطار الجولة الثلاثة عشر من بطولات الدوري بهذه النتيجة يحتل بيرامز المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد احدى وعشرين نقطة بعدما لعب عشر مباريات في المقابل يحتل الاحتحاد السكندري المركز الرابع برصيد تسعة عشر نقطة بعدما لعب احدى عشر مباراة ختام مجاز التاسعة فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر